بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين أحبابي الكرام الحمد لله الذي تجلى بذاته لذاته في مظاهر أسمائه الحمد لله الذي تجلى بذاته لذاته في مظاهر أسمائه وصفاته وأودع أسراره العليا في أسمائه الحسنى وأمرنا أن ندعوه بها وهاء ندى وهاء ندى أقدب قبصا من أنوارها راجيا أن تكون أسرارها الربانية طاقة روحية للذاكرين ومعانيها العلوية متلا عليا للسالكين وأقول وعلى الله حسن القبول الحمد لله الحمد لله فياد الأسرار ومانح السر لمن يختار الذي أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم ووفقنا إلى ذكر أسمائه الحسنى ووهب لنا دوام شكر نعمائه فلن نستطيع السير في طريقه ما لم يصحبنا حسن توفيقه ربي سيدي حبيبي لقد قصدت بهذا وجهك الكريم في هذا الشهر المبارك السعيد فتقبل مني إنك أنت السميع العزيم أيها الأعزاء موضوع درسنا اليوم هو التبات في العمل أو في المنزل أو في مكان تحبه وهذه الطريقة مجربة صحيحة من الشيوخ المغاربة حفظهم الله بسم الله الرحمن الرحيم هذه الطريقة صحيحة ومجربة للمكوث في مكانه في العمل أو غير ذلك تأخذ الآية الثالثة من صورة الكهف الشريفة وهي ماكتين فيه أبدا فالألف هنا غير موجودة حسب الرسم ماكثين فيه أبدا نحذف منها المكرر والعوارض وحروف العلة الآية لا تعمل معك إذا لم تحدف منها الحروف المكررة اسمعوا مني جيدا أيها الإخوان الكرام الآية يجب أن نزيل منها الحروف المكررة أي آية كيفما كانت في قراءة لا تعمل إلا بإزالة الحروف المكررة أزلناها وأزلنا العوارض فبقيت معنا تسعة حروف ماكتين فيه أبدا حدفنا الألف حدفنا الياء منها اليايين هنا وبقي عندنا تسعة حروف عددها عدد هذه الجملة هذه الآية هذه الحروف 36 36 بالحساب الأيقاشي الصغير بالحساب الأيقاشي الصغير المين بأربعة نقول أربعين لكن هنا أربعة الكاف بعشرين هنا اثنان الثاء بخمسمائة لكن ناخد خمسة النون بخمسين ناخد خمسة الفاء بتمانين ناخد تمانية الهاء بخمسة خمسة الألف بواحد الباء باثنين والدال بأربعين إذا جمعناهم يعطونا ستة وثلاث نضرب الروح في الروح 36 في ستة وثلاث تعطينا 1296 هذا الخارج مضروب في سبعة 1276 96 عفوا مضروبة في سبعة أعطتنا 9072 9072 نقسمه على 12 أعطتنا 756 ندخل بها في هذا الوفق المبارك الخالي القلب ها هو أمام عيونيكم دخلنا هذا هو المفتاح 756 مضروبة في 2512 مضروبة في 22168 مضروبة في 43024 مضروبة في 53780 مضروبة في 64536 مضروبة في 751292 وفي 6098 قلنا أعطينا 756 بدون كسر بدون كسر الطريقة هنا واضحة والجدول يعمل في أي يوم في أي يوم شئت ويحاط له إطاران وتكتبوا يا فلان أمكت في عملك هذا أو في مكانك هذا بحق الله التابت وبسر قوله تعالى ما كتنا فيه أبدا أما القلب هذا لماذا عملت فيه نقطة استفهام هنا لكي نضع في اسم الجلالة لهو الله جبريل عليه السلام حشو الضلع اسم الطالب شتمون والحاجة الحاجة هكذا مثلا سعد متى أخذ سعد أو أحمد سعد يمكت في عمله بحق الله التابت كذلك أصلح لي اسم تابت ملاحظة يجب استخراج الملوك وأعوانها الملوك وأعوانها وإذا بسطنا العملية هنا وراء هذا الجدول وحملناه أو يوضع عليه شيء تقيل في مكان وإذا كت نقش على صفحة من نحاس أحمر ووضع عليه شيء تقيل في مكان لا يزال أو يوضع عليه المكتب إذا كان في المكتب في رجل المكتب فإنه والله لا يزول من مكانه يتبت ويمكت وله طرق العمل هنا يخصه الملائكة وأعوانهم الملوك وأعوانهم وطريقة استخراج الملوك من هنا فهذه هذية مني إليكم أيها الأحباب الكرام انقلوها واجتهدوا ولكل مجتهد النصيب ولكل مجتهد النصيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر